الانسان بيموت والله هو الحي الذي لا يموت والانسان حلمه ان ينتصر على الموت حلمه ان لا يموت رغبته العميقة انه ما يموت اساطيره بتأكد ذلك وحتى في تفكيره وفلسفته بيأكدوا ذلك بيبقى انه انت او بتكون مؤمن او مرحد او بتآمن بوجود الله او ما بتآمن بوجود الله خليني بلش معك انت اللي ما بتآمن بوجود الله بحترم اختبارك بحترم تجربتك وبدي حاول فكر انا وياك انت بتعتبر وجودك صدفي بتعتبر كل شي بها الكون صدفي طبيعي لانه ان وجد بدون موجد ان وجد بدون هدف انا موجود ما بعرف لاي بس موجود ولاني موجود بدي عبي هالوجود كيف بعبي بعبي بيعدي الطرق بعبي بعمل الخير بعبي بمساعدة خيه لانه انسان مثلي موجود مثل ما انا موجود بالصدفي انا بحاجة له تكمل وجودي وهو بحاجة له تكمل وجوده اذا الفران ما بيخبز انا بموت من الجوع واذا انا ما بعلم الفران وابنه بيظله اميين واذا عيدا مش طبيب هديك المريض بيموت بمرضه الى اخره من التعاون على تقطيع هالوجود للوقت يلي بيجي فيه الموت وبيخلص كل شي ما حدا قال انه الما بيقامنوا بالله بكونوا بالحياة اشرار مش بالضرورة بس بالنهاية هاودي الما بيقامنوا بالله بالنهاية عم بينادلوا فقط طيبقوا طيقطوا هالحياة بأفضل طريقة ممكنة وبالنهاية وبالنهاية كل شي بيخلص كل شي بينتهي هاودي قالوا او ما قالوا او ما قالوا بيعترفوا بالنهاية انه الموت هو الاقوى انه العدم هو الاقوى انت اذا كنت من هاودي الما بيقامنوا بوجود الله ترعى حيلك السؤال هل يا ترى انا مرتاح مع هالواقع مرتاح اقول انه الموت هو الاقوى يمكن بس اذا بترجع الي انا اكيد ما فيني يقبل كون هيك والله معك اشتركوا في القناة